الدرس الرابع الوحدة الأولى هنا نتحدث عن برامج وأنظمة التعلم الإلكتروني وتشمل واحد نظام إدارة التعلم الإلكتروني Learning Management System LMS ثانيا نظام إدارة محتوى التعلم الإلكتروني Learning Content Management System LCMS أولا نظام إدارة التعلم الإلكتروني LMS هو نظام للمساعدة في إدارة ومتابعة وتقييم التعلم والتدريب لدى المؤسسة عبر شبكة الإنترنت وتشمل مجموعة من الخدمات منها إمكانية التسجيل للمتدربين وبياناتهم الجدولة إمكانية تتاحة المحتوى المتدرب متابعة أداء التواصل مع المتدرب وكذلك إجراء الاختبارات للمتعلمين أو المتدربين ثانيا نظام إدارة محتوى التعلم الإلكتروني LCMS هو عبارة عن برامج متكاملة تشكل نظام لإدارة المحتوى المعرفي العلمي المطلوب تعلمه وتوفر لي أدوات للتحكم في هذه العملية ويتم تشغيلها عبر شبكة الإنترنت يميزها بتركيزها على المحتوى التعليمي من إنشاء وتطوير وتعديل بشكل أكثر فعلي من خلال ما يسمى بالمستودع التعليمي الذي يتيح لعملية استخدام عناصر المحتوى الإلكتروني مرة أخرى وإعادة الاستفادة منه ومن خدماته إنشاء المحتوى تطوير المحتوى استيراد المحتوى تجزيات المحتوى كذلك إعادة تجميع مرة أخرى هنا نشيل لنظام إدارة المحتوى LCMS هو نظام خاص بإدارة المحتوى الإلكتروني فقط كذلك يجدر الإشارة بأن أنظمة التعلم الحديثة الجيدة تشمل عناصر تساعدني في إدارة التخطيط لتوفير محتوى وإدارة لجهة التعليمية بالإضافة إلى دعمها لأنظمة التأليف والدمج وتسمح لي بعملية الدمج مع أنظمة التعلم الأخرى فيما يلي نشير لبعض برامج التعلم الإلكتروني المتوفرة في السوق سواء كانت مفتوحة المصدر أو تجارية دون تقييمها برنامج المودل هو نظام مفتوح المصدر مجاني صمم على أساس تعليمية المساعدة في توفير بيات تعليمية برنامج دوكس وهو كذلك نظام مفتوح المصدر i-totter ونظام لإدارة التعلم مفتوح المصدر ويسهل تركيبه مع الأنظمة الأخرى من الأنظمة العربية نظام التدارس ونظام مجد وكلها تدعم لي أنظمة التعلم الإلكتروني والفصول الإلكترونية المتوافقة مع معايير التعلم الإلكتروني من الأمثلة والبرامج أو الأنظمة برنامج البلاكبورد وهو النظام مستخدم لدينا في جامعة الملك هالد يتميز بمرونته وقابليته للتطور السري يسمح لي أو يتيح لي أداتين أداء أولا تسمى أدات التفاعل المتعلم وهذه الأداء تسمح لي بتوفير مجموعة من الأدوات التي تتفاعل مع المتعلم أثناء دراسته من الأمثلة عليها الإعلانات التقويم الزمن المهام والتقديرات والدليل المستخدمين والعنوين الأداء الثانية هي أدات الاتصال تسمح لي بعملية التواصل بين الطالب والطالب الآخر أو مجموعة الطلاب وكذلك التواصل مع المعلم أو الموجه له في عملية التعلم من الأمثلة ومن الخدمات أستطيع استقبال الرسالة البريد الإلكترونية وناقش عن طريق لوحات النقاش ومتدأة النقاش وكذلك أستطيع الاتصال بالفصول الافتراضية الفيرتش والكلاس هنا نلخص ما تعلمنا في هذه الوحدة بدأنا في الدرس الأول بتعلم مقدم عن التعلم الإلكتروني ومفهومه وكذلك مفهوم التعلم عن بعد كذلك تحدثنا عن مراحل تطور التعلم الإلكتروني مبررات استخدامه ثم تحدثنا عن الهداف ومعيقات التعلم الإلكتروني في الدرس الثاني تحدثنا عن أنواع التعلم الإلكتروني أدواته ومتطلبات إنشاء التعلم الإلكتروني من بيئة خاصة لإنشاء هذا التعلم الدرس الثالث تحدثنا عن نماذج توظيف التعلم الإلكتروني في التدريس وذكرنا أن هناك ثلاثة نماذج المساعد أو المدمج أو الكامل وفي هذا الدرس تعرفنا على بعض برامج التعليم المكتروني التي تشمل نظامين LMS والLCMS أتمنى أنكم استفدتم من هذه الوحدة ونلتقي قريبا في الوحدة التالية